نحن نتقل التاجين ها تاجين من زيدة منطقة زيدة تدعود على ميديك حواري 20 كم ومشهورة بالاختفاص بالتاجين خاصة تاجين الشيحاوي والتاجين الشيحاوي فهي منطقة معروف وفعالى عنده اقبال خاصة منطقة الدووف او نزل المنطقة نمشي بسرعة المقادير ذي الهد الطاجين يعني غدي ناخده إما طاجين يتم ديره باللحم سوى الغني سوى الحمل ذي البقار أو الماعيز أو الدجاج يعني بحسب يعني حسب الاختيار يعني حسب الاختيار سواء ديره نصف كيلو على حسب الأولى العدد دي الناس إما نصف كيلو أو كيلو كيلو نصف يعني الناس اللي غدينا نقبلوا لهم وش حل دي نحن يا اللي غدي قدنا احنا غديلو نصف كيلو دير الحم لعائدتي المتوسطة أو اللي زوار متوسطين أربع كيلو دير اللي بتعطر شوش دير خيز زوات شوية دير جلبانة غير مطاشرة بصلها قوانس مشهولة شوية القزرين مع بنوس وطبع تلحل شوية العطلين دي فيها شوية دير تحمارة سكين جبير شوية دير القرزة شوية القرزة الملحة شوية دير تومة وطبع تلحل زيت المائدة ما كيديروش الزيت المائدة عادة لا لا تديرو زيت المائدة من بعد عطي شوية في رشود زيت المائدة من دير تجين في النول بصل في الرشود بخيزه بتيكون قصة دواور دواور هو اللي كيكون في الأرض ديل تاشي هو اللي كيكون في الرشوفي في الأول في الأول هو الضالة من بعد من بعد نديرو فوق من نوع اللحم يعني نقدر في الحم طبعات الحل اللي غادي نديرو مهم فوق من نوع بصلها مش رضا نعم تلكبو شوية دي الزيت على عد العمل الحم على خيزه يعني نكيت ستفو وقد ديرو زيت تنفر شوء بخيزه نبعت نديرو الحم ونقبو الزيت مهم من بعد نديرو العطريا اللي ذكرناها اللي يبط حميرات كي جدير وشوية رفا وشوية الملحة وتوم شوية زيت نعم زيدا برضو من بعد تنديلو سيدي آآ اللي بتاتة نعم ينسانديرو البتاتة màyفوق من هنـ اندروا لا تنديرو عندك البتاتة تنديرو على شكلة خيمة يعني كنتق بقته تستف تستف يعني عن شكلة خيمة خيلة الخيمة لان شكلة دين الخيمة عندك err.. له البتاتة وشوية دين الخيزه على شكلة خيمة 테لقبط المنف دي الماطيشه دوارة عنده ين进رهها في فوق فراس الشابه ينـ دي الخيمة جيدا بالتأكيد من المعنى نتطرق فوق منا مجد قصبوه مع الناس والكبوه اليوم قصدين المعنى و نجلبنا عادي البقرنة لا نجلبنا مازال عملي غادي معك اه اتبارك الله عليك تندري شويدا الزعفران طبعا في الحال مع فقم الجانع وتنرده و نرده فوق الفحم نعم لمدة قريبا متى الساعة وكي مره مره تنطلو انه ابو ما نحتاجه الماء حتى تنقسو اللحم تنحسوه الطاب تنحسوه باللحم تنحسوه باللحم طاب من بعد تننحضو على الطاجين نعم نحيديوه من الفحم نحطوه فوق وقفتها تشعطو كل الحمطات حتى تنضروا شوي دية جلبانه يعني ما تتاخد شوية الزيتون تنحطوه تنرضوه مرة اخرى شي شوية اقصح شوية ياخد شوية دية العافية باش نجلبانه شي شوية دية الطيب والزيتون تاودك الحلوى دية الزيتون تدخل مع الطيب دية العبد الطاجين راتبارك الله عليك عديل ودبا ازتي هذا واحد الحاجة اخرى على القائمة المزايا ديالك يرجى تطبخ ماهير